بص هو انا كسول او بصراحة يعني المفترض ان يعني ان بعد المطش تبقى انت مثلا فرحان شوية وتتكلم عن المطش الزمانك والاهلي اخرك يعني تاني يوم ولا حبتاع مش بعد ثلاثة ايام بس يعني لقيت في فرصة ان احنا نتكلم اكتر لانه في كزا حدث تاني حصل في نفس الوقت ده يمكن حتى في حدث حصل بعد ساعات من ساعات قليلة في وقت التصوير الموضوع التجديد عقد بحمود علاء ومحمد عبدالغاني وطبعا عشان ينضموا الوينشو ده في رأيي خطوة يعني ممتازة في ط استقرار الزمانك في فترة القادمة على مستوى التشكيل يعني لان احنا عرفين الزمانك استقراره في حاجات تانية كمان كلكم فاهميني طبعا اه لكن الخطوة العملاقة ده هي تجديد عقد فرجاني سياسي لسه بنتكلم برضو ان نسمعين اخبار جميلة من وكيل فرجاني سياسي ان هو الراجل عايز يجدد مع الزماني واعتقد ان هو ده اختيار مناسب لفرجاني او الفرجاني يعني ما عندهش طموح ان يطلع اوروبا عن 28 سنة فصعب ان يروح اوروبا اه يروح منطقة خلاجية تان ده ما لهاش منطق زمالك الحمد لله النادي كويس حاليا والنادي بيلعب بينافس على دورة عبطال افريقيا وبيلعب وعام تشكيلة كويسة فاعطاك ان هو اختيار ان شاء الله بكويس بس هتجروني النقطة تانية بس هالاول هتكلم عن موضوع فرجاني سياسي والنقطة تخص رمضان صبحي كده يعني في السريع نروح للماتش الماتش ببساطة انه الزمالك لعب المباراة دي بالزكاء كبير الزمالك واضح جدا زمالك كارتيرون في الماتشات الكبيرة جاهز في الماتشات اللي مش كبيرة واضح ان الدنيا لسه زمالك محتاج يركز اكتر ومحتاج يبقى اللعيبة بنفس الحماسة والقوة دي حتى لو انت في النهاية انا فاهم انه جماهير زمالك كتير منها وممكن انا في بعض الاحيان بيسورني الشعور ده يعني اهلا بيقول الدوري يولع بقى يعني خلاص احنا في حاجات كتيرة او شفناها في السنة الفاتت دي بالزات فيقول لك الدوري يولع خلاص مش مهم نركز في الدوري والدور ده مسابقة فيها قصص كتيرة مش يطول شرحها فحنروح لنركز في النقطة بت بتاعت ان احنا في بطولات كتير قوي تانية ممكن الزمالك ينفس عليها والحمد لله موفق فيها واهمها طبعا دوري ابطال افريقيا اللي لازم تكمل المشروع ده عشان ينجح ويستمر بهذا الزخم يعني او مع كارتينه بالذات فكرة انه الزمالك لازم ياخد دوري ابطال افريقيا نتمنى ذلك يعني لكن المباراة دي يعني لا يقال ان الزمالك وما يقولش حاجة غير ان الزمالك عنده شخصية كبيرة في الملعب عنده العيبين كويسين جدا حتى بشهادت كثير من جميل الاهلي اللي ا شادت بشخصية الزمالك في الملعب لكن اكيد المنافس كان عنده مشاكل يعني فيلر عند ارتكب اخطاء كتير اولا اللعب بثلاسي في خط الوسط وكمان معهم افشة بالمناسبة يعني ده رباعي في خط الوسط رباع انت بحطه عشان خطر يعني يتصدى او يسيطر على منطقة الوسط امام اللعب الناس كتيرة بتحاول تقارن لو زافرجاني ساسي او طارق حامد بيقارنوه بالاي لعب في الاهلي وده برضو لقطة كده ممكن ان نستشف منها بعض النقاط وان كان برضو ساعات افكار مدربين مش دايما دلال ان انت لم تكتر لعبين اما انت مش وزك في لعبتك ضد اخرين لكن انا حسيتها كده في اللقضة دي حسيتها كده بس مصيبة فيلر فعلا مش في ان انت تبدأ بسيستم وتلاقي السيستم ده مش شغال معاك يعني مدربين كتير او اغل او كل مدربين العالم ممكن يبدأ بحاجة ولا هي مش شغالة معاك يعني المصيبة فعلا في المجارة دي ان هو هو بيعادل السيستم خرابها اكتر لفكرة ان انا افشة مش مشي على اليمين فقوم دخل افشة في النص ومودة دي ديانج مش موادي اصلا عمرو السلية او طبعا كلهم مينفعوش هناك بس قد تروح مينفعش هو ديانج يعني ديانج كل كرة طبعا مش عارف يلعب في المركز ده خالص ان هو يروح على اليمين كتير وكل كرة بيرتكب اخطاء ويعمل فاولات حتى كرة الاخيرة اللي هي من شرقي شطا هتحصل بلوك راح تتردد الكرة كانت كرة خطيرة على الزمالك لكن في النهاية انتهت على ان ديانج بيعمل فاول مع لعب من لعبة الزمالك لكن الاهل لعب كرات عرضية خطيرة موضوع باتجي كان مهم في الملعب يعني فعلا فرق مع الاهلي لكن في نفس الوقت حاسس انه فيه شعور منه الزمالك خطف جون وسط جحاف الفرص للاهلي لا هو صحيح الاهلي كان افضل في الفترة دي لكن فيه حاجة غريبة شوية حصلت يعني فيه لقطة بتاعة فرصة مصطفى محمد اللي هي زيزو بصار مصطفى محمد وكسر بالوفصيد مصطفى محمد فيه فرصة خطيرة قدامنا وما تعديتش فالكرة دي ستلة ما بتتعدش الكرة بيديك احساس كده بيصدر لك احساس انه انه الزمالك كان ما عندهش ولا فرصة مقابل فرصة الاهلي لكن حقيقة انه مصطفى محمد كان عنده فرصة خطيرة جدا في اللقطة دي ما بين الفرصة الاولى بتاعة البجي والتانية والتانية بالمناسبة ما تحسش نفس خطورة الاولى طبعا الاهلي الكرة اللي جات في العرض كانت خطيرة جدا وما فيش معنى ان انت احنا ممكن تكون موفق يعني لكن مع مرور الوقت بدأت تحس انه صحيح مش بنفس السيناريو لكن فيه حاجات كده ملابح متشابهة بين ماتش السوبر بتاع الترجي مش بكلم عن ماتشات الزهاب والعود ده لقماتش السوبر والماتش ده طبعا على سبيل المثال السطحي انه الزمالك تقدم وبعد كده الاهلي تعادر وانت في لحظات الشك امتجاي بالجونة التانية بلامحة رائعة جدا فردية سواء من بن شارقي في مرورات السوبر او من مصطفى محمد لكن فيه لمحات تانية اخرى وهو انه صحيح الزمالك فريق بيلعب كرات طويلة كتيرة لكن في المباراة دي فيه لقطات تانية كان بتحصل فيه تناغم كان بيحصل فيه تفاهم كبير جدا ما بين اللعبين شوفنا اكتر من لقطة بيحصل مسلسات ممتازة جدا باللعبين وفيه جفات يعني انتشرت بشكل كويس ودي حاجة كويس ان احنشوف الجفات تنتشر للقطات الجماعية كمان اللقطات الجماعية دي كويسة بتديك احساسا ان الفريده مسيطر او على الاقل قادر ان هو يلعب بهدوء وده كان واضح جدا السمك توضح جدا في لعبة الزمالك الهدوء وفي نقطة انا شوف ان هي من حاجات المؤثرة جدا في المباراة دي ان فرجاني ساسي وبين شارقي متفاهمين جدا عشان كده ده مش بس بين شارقي مهم وساسي مهم لا موجودهم ه هم الاثنين كمان مع بعض يعني فكرة انت اتجيب مثلا ان افترض يعني لو فيه بديل اصلا لبين شارقي او وبين ساسي فيه بديل لبين شارقي او ساسي ما اظنش التفاهم ده حيكون بنفس القوة دي فدي نقطة مهمة قوي لازم الزمالك حافظ عليها واصلا الغريب تحس انه كان فيه نوع من مش حاول ايه مش حاول من التقليل لكن غياب التأدير لدور فرجاني ساسي من مباراة يعني محسيتش الناس كتيرا بتشيط بيه او حسيت انه لا فرجاني ساسي لعب مباراة كبيرة مباراة اللي هي لقطة واحدة ممكن تفرق معك في المباراة ازاي تنقل الهجمة لقطات اه طبعا زميل محمود عبد الرحمن تكلم عن لقطات كمان ازاي استخلاص الكورة فرجاني ساسي او بمقال اه في موقع اكسترا سبورت فكرة الوجه الاخر لفرجاني ساسي انه هو مش لعيب هجومي بس لا ده العيد فعلي ممتاز جدا عنده ارقامه ممتازة جدا استخلاصاته للكورة كبيرة جدا يعني حتى مش فاكر كان استخلاص الكورة يمكن هو كان اعلى اه واحد في دور ابتال افريقيا او ال الانترسيبشن مش فاكر بالضبط الانترسيبشن ليه قطع الكورة يعني فلقطة حاجة زم كده وكان هي تلاقي اعلى في افريقيا فدي حاجة كبيرة قوي يعني اللي لعب يفترض يعني ان الناس كلها بتصنفوا ان هو لعب هجومي بس لا في رجال ساسي لعب دفاعي كويس جدا برضا لعب ما برتكبش اخطاء كتير دفاعيين بتالي لعب ليه قدمته بشكل كبير جدا وساسي انا شايف انه قدم مباراة من انضمن الافضل يمكن عشان احنا بس شوفنا بنشرقي مبهر يعني بصرا قيمكن ده ممكن يكون غطى شوية على دور ساسي اللي في ناس اللي عاية تانية برضو بسبب الانبهارنا حاس انهم ما خدوش تقدير الكافي اا 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 لكن في النهاية الزمالك كمنظومة جمعية انبسطنا منهم جدا في نقطة عايز اقولها بنسبة التجديد بتاع عادة الزمالك ونقطة جوه المباراة نفسها بالنسبة للزمالك والاهلي فروقات الزمالك كان لما من سنتين لما بدأنا تقريبا او لما في الدنيا في الفترة الزمالك ما تغيرش مدفعينه والاهلي برضو ما اعتبرش مدفعين يمكن بس احمل حجازي اللي مشي من اربع سنين اظنه ولا تلات سنين مش متذكر بالزبط لكن تقريبا الاتنين ما تغيرش مدفعينه والبال بالعكس الاهلي جاب ياسر ابراهيم حوالي تلاتة وتلاتين مليون جنيه على ما اذكر الفكرة في كده او في اخر سنتين يعني اظنه ياسر ابراهيم جه من سنتين مع ذلك انت دروا تحسن فيه هو كبير قوي من مدفعين الزمالك ومدفعين الاهلي يعني مدفعين الاهلي مفهومش احمل حجازي تاني يعني حتى لو نتكلم عن ساعد سنير ان انه ساعد سنير ممكن يكون احسن من الموجودين دلوقتي يعني هو برضو مش في رأيه دلوقتي ساعد سنير مدفع مش قوي يعني هو ايما كان اخر وقت كاسر ومدفعين 2017 فدي نقطة مهمة للزمالك مدفعين الاهلي انا حتى كنت اقول كلمة ان مش قاصد الكلمة يعني عارف انت فكرة ان تقول نايتي اللعيب طاري شوية اللعيبة لما مصطفى محمد يستقبل الكورة وياسر ابراهيم يبعد عنه بالشكل ده ويسيبه كده فدي نقطة ضد الاهلي بشكل كبير جدا على المستقبل الاهلي محتاج يضم اللعيبة دفاعية جديدة مدافعين جدد والوضح ان السوق مفوش وده يمكن يعني يقول لك انه كويس ان وست بروبي انا كنت عايز برينتفورد يصعد يعني لكن الواحد يفكر شوية تاني يقول لك لا كويس ان وست بروبي انا شاعد عشان احمد هجاز يفضل معه عشان ممكن احمد هجاز يفكر يعني يرجع الاهلي وطبعا ده هتبقى اضافة للاهلي مفيش كلام لكن لا في فرق بين مدافعين الزمالك ومدافعين الاهلي حتى لما يكون الزمالك احيانا الاهلي يكون متفوق عليك جوه الم بل بالعكس بقى ان واحد من افضل اللاعبين طبعا يعني يمكن هو كان يصنف او هو كان فعلا افضل بك شمال السنة اللي فاتت في الدورة المصري يمكن ان السنة دي كمان هو علي معلول لا كان تفعين سائي جدا في الموراة يعني علي معلول مسؤول بشكل كبير عن الهدف الاول اللي هو الناس بتلوم محمد هاني اللي هو كان في هجمة مرتدة وبالتالي ما علمهوش او انا ممكن اللهم يقلوم ياسر ابراهيم على اعتبار انه ترقص لكن علي معلول كمان عنده مشكلة كبيرة ازاي التخطية دي ما حصلت وازاي زيزوا سرقوا بالشكل ده جون التالت كمان صحيح انه مقدرش برضو قالوه مية في المية لان هو كان بن شرقي بعد عنه لكن قرار الجاري بتاعه بن شرقي وفرق السرعة كان مصالح بن شرقي طبعا ان هو اه ضرب علي معلول اه اه ولا 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 اونجم مش فاكر بالزبط كان مين اللي قريب منه فيهم اعتظن اونجم يعني هو الانجم اللي سرق علي معلول فعلي معلول ممكن يكون مضالع في هدفين بوضوح يعني حتى لو قلنا هدف التاني وممكن انا مش مقتنع قوي ان هو مسؤول يعني على طبع ان هو حز باردو مارلي kill لكنها في انه هي تغلق المكان ما تقدرش دول عليه后 خطورة فعلي معلول نفسه دفعيا مش بنفس القوة يعني فالاهل عنده مشاكل دفعية ومن اللي ارى انا انا نجمح قدامي كده في السوق ان الاهل صعب ان هو يحل مشاكل دي يمكن حتى لو اتنكم محمول متولي محمول متولي معيعلاش بالمستوى يعني هدف leadb م nationally طبعا مُدافع كويس يمكن الوحيد الذي يكون قدام الاهل غير مش بباردو باحر المحمد دفعيا مش مش تقيل اides مش هيعلك جود اوى. بس ممكن يكون افضل شوية مدفعين الاهل لكن مش مستوى الوينش مثلا مش مستوى محمود عليها ده في رأيي الشخص يعني دفاعيا انا بتكلم عن دفاعيا خصوص ان بقار محمد اصلا بكيمين مش مساك فدي نقطة تحسب للزمالك نقطة لصالح الزمالك على المدى الطويل ممكن تساعد الزمالك ان هو يدشن بقى بعد التفوق على الاهلي في المباراة القمة ويدشن بعد التفوق على الاهلي عموما وده مهم ان الزمالك لازم يحافظ على اللاعبين وده هجرني بقى في النهاية للحاجة الاخيرة في الحلقة وهو هل الزمالك يحاول في رمضان صبحي ولا لا سمعنا كلام كتير عن رمضان رمضان صبحي وقال الزمالك ممكن يكون ليه فرصة ولا لا او بيرامدز ولا ايه الدنيا هو شبه مؤكد ان رمضان صبحي في بيرامدز ويتقال كلام عن الزمالك احيانا وبعد كده ترجع في الكلام وكصص طويلة طب ناس بتقول انه لا رمضان صبحي قيمة كبيرة ولازم اجيبه وكذا وكذا انا بقول رأي الشخص عشان تبقى الامور الواضحة رمضان صبحي اضافة للزمالك ان رمضان صبحي اضافة للزمالك لكن رمضان صبحي مش مش بنشرقي مش بفرجاني ساسي عشان لو جبت رمضان صبحي ده ممكن يأثر على العبين اخرين يعني لو هجيب في الرمضان صبحي هياخد زي ما ياخد يا عم ربنا يهنيب ويرزقه لازم اضمن ان انا قادر ادفع لكل الاخرين اللي هتطلبوا المبالغ الكبيرة الضخمة المتوقعة ان في الناحة الناس بتتكلم عن عبدالله السعيد لا عبدالله السعيد عبدالله السعيد اولا اللعب دولي فترة طويلة لعب ليه كنته في الاهل فترة طويلة سنه كان كبير والسن بيفرد فرمضان صبحي هتقول لي دولي وكزا اه طبعا بكل حاجة لكن لا اه الزمالك كمان كان محتاج المركز بتاع عبدالله السعيد احنا مش عارفين لسه قابل ده نظامه اهو الرمان هو يبدو انه كويس الزمالك برضه ازيزه احيانا بيبقى كويس احيانا لأ ونجم احيانا بيبقى كويس احيانا لأ فرمضان صبحي ممكن اقدم لك اضافة على الجناح الايمن اعتبار البن شرقي محجوز للجناح الايصر الا لو بن شرقي دخل بقى تحت المهاجم ورمضان صبحي جه جناح الشمال لكن رمضان صبحي لعيب كبير اه لعيب كبير لكن مش اسطورة يعني احنا مش هنجيبها وتريكة يعني فانت بتتكلم عن لعيب من الغريم ده نقطة كويسة يعني اه في النهاية اهل الزمالك لو هتجيب لعب من المنافس انك كويسة لجماهيريا يعني كويسة نفسيا تديك اه اه تبقى مبسوط كده يعني تحس ان انت لما خدت اخدها من المنافس ده اي حتة في الدفاية حتة في الدنيا مفاش يعني مفيش جدال واللي يقول له غير كده يبقى كذاب اه تبقى حلوة لكن لو ده هيعمل مشاكل الفريق مشاكل يعني يناس قولك اه اه محجوز زمالك احيان اه يعني ممكن يكون عندنا مشاكل فترات طويلة في اوقات تانية لكن لا انت م اه ممكن تعمل مشكلة كبيرة للعبين ما ينفعش استانعانهم لو انت من اخر كده المشاكل ده هتمس طارق حامد هتمس اه فرجاني ساسي هتمس بن شرقي السلاسي ده بالزاد لا هتمس مش حول مستوى محمد للمستوى محمد اللعيب لسه صغير وهو ان شاء الله مبشر لك مستوى محمد ممكن نشوفه نشوف اصلا بي عايز يحترف يعني ما نعرفش اللي ممكن يحصل لكن في نهاية عندك ثلاسي ما ينفعش استانعانهم فعش ان انت حتى تعمل بلبلة جوه غرفة خلع ملابس يعني فلو زم زمالك قادر يدفع لكل دول خير وبركة يعني ضم اللعبين والخلق المنافس ده مش وحش خصوانا زمالك محتاج في المركز ده يعني اعتبارا في بعض اللعبين خلاص يعني خارج خارج الحزبة خالص في نفس الوقت لانا محبش تكنيز اللعبين على الفاضي وخلاص يعني لكن في النهاية زمالك محتاج في المكان ده لانه في زق تزبزو في مستوى بعض اللعبين احيانا لكن لو ده هيأثر على اللعبين انا اتكلمت عنهم دول بالذات لأ شكرا انا كنت حتى بتكلم عن المدافعين احيانا وانكلم المدافعين برضو الى حد ما لكن اه في الظل السوق السيء ده هم يعني غير قابلين للتبديل او صعب ان انت تلاقي حاجة بنفس الجودة اللي احنا شايفينا حاليا ما شاء الله يعني على الوينش ومحمود علاء ممكن قالل شوية الوينش في التوب يعني لكن محمود علاء برضو العيب لي كنتو وحمد عبدالغاني هو مستقبل الزمالك برضو دفاعيا فانا يهمني النقطة دي رمضان صبحي مرحب به اهلا وسهلا في رأيي يعني ارحب به لكن في النهاية سرواة لو حييجي على مشاكل تخلق مشاكل في الزمال بلاش منه وده رأيي فقولولي رأيكم انتو ايه برضو في النقطة دي وبس عن كده كنتكلمت عن المباراة القمة وليه رأيكم ايه برضو سريعة محاولش ان انا يعني اتغول او في المباراة لانه فات وقت كتير يعني تكلمنا كمان عن تجديد لعكة الزمالك وتكلمنا عن موضوع رمضان صبحي وبس شوفكم على خير حلقة جاية ان شاء الله سلام عليكم مع السلام